لها تطبيقات كثيرة جدا حقيقة في الماديكال ديفايسيس ممكن نحن نستعملها نحن إيس درجة حرارة الانسان او ممكن نحن نستعملها نحن إيس درجة حرارة مثلا بتاعة الجو اللي موجود حوالين البيبي في الانكبيتور ممكن نستعملها نحن إيس مثلا درجة حرارة الدياليزيت اللي احنا بندخله بعد كده على الفلتر في الهيمو دياليسيس فيه طبيقات كثيرة حيالة temperature sensors في الماديكال ديفايسيس عماتنا temperature sensors ممكن نحن نقول انها بتترانسليت temperature into a reference voltage أو resistance أو current ودي بعد كده منقدر نحن نقصها نعملها measurement ونعملها processing عشان نقدر نعرضها بعد كده كنميريكال value محددة absolute نقدر نستفيد بها بعد كده فطبعا احنا يعني ممكن احنا output بتاعنا يبقى voltage ممكن يبقى resistance ممكن يبقى current عماتنا الانواع الحالية اللي مستعملة بنقدر نقسمها الاربعة يعني اربعة main categories ياما thermocouples ياما resistance temperature detectors لRCDs او thermistors او temperature transducing ICs يعني ممكن يبقى عندنا integrated circuits بتعمل لنا temperature transduction فباسيكلي هما دولا اربعة انواع الاساسيين هنتكلم عليهم بتفاصيل اول نوع temperature sensors هو thermocouple thermocouple هو عبارة عن two dissimilar alloys يعني wires A و B joint at one end called the hot junction T1 يعني بيا في عندنا junction كده هما الاثنين مرحومين فيها ولازم يكون ال A دوت مختلفة عن ال B الاثنين دو different metal alloys بلاقي لما بسخن ال hot junction دي بيطلع لي هنا voltage across the two metals دول بسميه C-back EMF ال C-back EMF دوت ده اساسا بيبقى معتمد على ان انا دلوقتي في عندي درجة حرارة هنا عالية وعمتا لازم يكون ال two metals دول يكونوا مختلفين basic hot junction دي هي sensing element بتاعي بيبقى في دايما عندي طبعا علشان اقدر اعمل ده بشكل practical الاثنين دول تاني بيبقوا يعني joint junction تانية بسميها cold junction T2 والcold junction دي بسميها reference junction وباسيكي انا بيس درجة حرارة بتاعة hot junction relative to cold junction فباسيكي بيبقى الفرق اللي بينهم ده هو ده اللي انا بقيسه وبعمل دايما calibration للthermocouple بتاعي انه هو يبقى مثلا ال cold junction بتاعتي عند درجة الحرارة معينة وبقيس بعد كده relative لكده ال hot junction نفسها قيمة الدرجة الحرارة بتاعتها بتكلم على ال principle نفسه بنسميه thermocouple effect والEMF زي ما قلت اللي هي بتبقى produce هي ال voltage اللي بيبقى produce هنا ده بنسميه c-back EMF thing في الحقيقة عندنا ثلاث قوانين اساسيين جدا بيحكموا ال operation بتاع thermocouple اول قانون فيهم هو القانون of law of homogeneous circuits law of homogeneous circuits ذا بيقول لنا thermoelectric current cannot be established in homogeneous circuits by heat alone انا هنا بتكلم على الشرط بتاع thermocouple اللي بعندي materials of different alloys هنا junctioned في نقطة معينة وهي دي اللي بتعمل لي EMF لها c-back EMF لو انا عندي نفس المتيرة اللي هي هي وفيها difference in current فيها difference in temperature يعني في هنا درجة حرارة 200 درجة وفي درجة حرارة 500 درجة يعني في difference هنا في النص هو actually مش بيشوف ال 800 دي خالص لان ما فيش هنا junction ال junction لازم هي اللي تقيس يعني junction اللي بين 2 metals اللي هي بين ال iron وبين الكونستانتين اللي هو تحت الكونستانتين اللي هو تحت دوت هو ده اللي في الاخر بيعمل لنا EMF الـ 200 درجة دي مهما كانت موجودة هنا عم رامة produce EMF موجودة جوه اللي دوت فالحقيقة دي فيها ميزة او اول قانون ده بيدينا ميزة ان احنا ممكن ال connection بين ال junction نفسها وبين measurement circuit بتاعتنا ممكن تبقى طويلة ازا ما احنا عايزينه ونبقاش قلقانين انه يبقى فيه اي effects عليها في السكة الحاجة التانية او قانون التاني هو love intermediate metals بيقولنا algebraic sum of thermoelectric forces in a circuit composed of any number and any combination of the similar materials is zero if all junctions are at uniform temperature يعني بتكلم هنا برضو ان انا لو فرضا عندي وضع بالشك ده كده انا بقيس برضو 500 درجة وفرضا هنا السلك بتاعي ده وصلته في النص ب copper يعني بقى فيه هنا عندي junction موجودة هنا وفيه هنا برضو نفس الكلام كان هنا فيه كونستانتين بقى هنا فيه copper كبر هنا برضو نفس الكلام كبر هنا بقى فيه هنا برضو junction النقطة بقى ان هنا الفارق بين دي وبين دي ودي ودي هما اللي تنتلم عندي نفس ال temperature مش هعملوه اي effect خالص حاجة اللي هيقاسة هنا في الاخر هتبقى ال 500 degree Fahrenheit اللي انا كنت اصلا شايفها عند ال junction دي فهنا ما عنديش اي مشكلة خالص في النص برضو فمرحية ان انا بوصل junction بتاعتي 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 بوصلها لـ ممكن ممكن يبقى فيه اي نوع من انواع المديرة في السكة طالما الاثنين نفس ال temperature مش هقصروا لي على اي حاجة في الاياسات بتاعتي خالص القانون التالت اللي هو law of intermediate temperatures بيقول لي if two junctions are temperature T1 و T2 produce c back voltage V2 يعني هنا مثلا بتكلم على الاثنين دول في هنا فارق بين بين دي وبين دي يعني T1 و T2 الفارق بينهم عمالي voltage مثلا 13 point كازا دي ميلي فولت وفي عندي temperatures T2 و T3 produce voltage V1 يعني هنا دي T2 وهنا T3 ادتني voltage V1 لو مثلا بتكلم على 1.076 دوت يعني لو بتكلم بقى الفارق بين ال Junction دي وال Junction دي لو انا حطيت thermocouple بين ال Junction دي وبين ال Junction دي هي produce voltage عمالي عندي زاد D فباسيكلي الفولتوش V3 ده اللي هو في الاخر خالص اللي هو بين النقطة دي وبين النقطة دي هيبقى 13.032 زاد 1.076 هيطلقى 14.108 فباسيكلي احنا ممكن نعمل بقى cascading لعدد من دول كده بحيس ان احنا نقدر يبقى عندنا مثلا اياس لحاجة بعيدة شوية او ممكن يبقى فيها عندنا intermediate stage مثلا يبقى يعني نروح لها الاول وبعد نروح منها نقيس بعد كده في حتة تانية وهكذا يعني ما عندناش مشكلة ان احنا يبقى فيها عندنا كزا واحدة من دول هو في الاخر المجموع بتاعهم series sum بتاعهم اعتبر ان كل واحد فيهم اكينه voltage source ال voltage total بتاعي هو مجموع ال voltage اللي في السكة بتاعتي من هنا الهنا زاد من هنا الهنا هي مجموع ال voltage اللي هنا كلها في الحقيقة في مجموعة ملاحظات لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا نتعامل مع الثيرمو كابلز اول حاجة ان ال cpc المافل اللي بتطلع is of small scale and must be amplified and processed by specialized thermocouple input module ده بيبقى طبعا حاجة زي بوفر كده بياخدنا السيجنال ضعيفة قوي دي ويقدر ان هو يعملها لنا ويطلعها لنا بشكل يقدر نيشه ويقدر نحوله ال digital form فده طبعا ممكن يبقى واحدة من circuit سباة ال op amp اللي احنا تكلمنا عليها ممكن تبقى مناسبة جدا في حاجة زي كده عشان ال input impedance باعتها بتبقى عالية عادة thermocouples are calibrated with a cold junction temperature of zero degrees centigrade طبعا نتيجة للcalibration اللي هو بيبقى عندي zero degrees centigrade ده بيبقى عندي مشكلتين الحقيقة لما بنconnect thermocouples لل input devices في الحقيقة في الواقع بيبقى عندي ال input terminals الحقيقة which are constructed with a different type of metal ما بقاش عارفين المتال بتاعي طبعا اكيد مختلف عن type of metals المستعمل في الثيرمو كابلز بيعملوا their own c-back voltage which alter the actual thermocouple voltage يعني مشكلة عندي الترمنالز نفسها ممكن ان هي يعني نتيجة لان هي معمولة من different metals ومحطوطة في درجة حرارة مختلفة فاللي بيحصل ان ممكن ان هي تعملي يعني هي نفسها تطلع لها c-back voltage مختلف يعني غير الاصل اللي انا بحاول اقيسه والحاجة الحقيقية اللي انا بقسها بقى اللي بتخشيلي جوه هي المجموعة بتاع الاثنين فممكن تعملي error للحاجة اللي انا بقسها الحاجة التانية الحقيقة the device has to be recalibrated for operational cold junction temperature طبعا في منتقى الصعوبة ان انا امانتين 0 degrees centigrade دي لل cold junction في الواقع في الحقيقة في الاستعمال الحقيقي بتاع thermocouples فلازم نحن نعملها recalibration لل operational cold junction temperature بتساوي كم حسب بقى ال application بتاعي وحسب هي بتستعمل فيه الحقيقة دلوقتي modern input modules اللي بنستعملها مع thermocouples بقى design to be self-calibrating and self-compensating يعني ممكن هي تبقى calibrated هي تعمل recalibration نفسيها او self-calibration نفسيها عشان operational cold junction وتعمل compensation عشان c-back voltage الجاي من junction بتاعت ال input terminal z بتقدر ان هي برضو تعملها self-compensation والحقيقة ممكن برضو تبقى configured for a variety of thermocouple types يعني لو احنا مستعمل اي نوع من الانواع thermocouples غادة ال input modules تتعامل معها ما بيبقاش فيها مشكلة ان هي تتعامل مع نوع ومتتعملش مع نوع تاني النوع التاني من temperature sensors هي RTDs resistant temperature detectors الحقيقة فكرتها بسيطة جدا ان resistance بتاعت المتال are highly influenced by temperature طبعا دي حاجة عارفينة لما درجة الحرارة بتاعتها RTDs function on the principle that as the sensing element is heated the resistance of the metal wire increases proportionally يعني انا بس تعمل metal wire وبقيس الاختلاف resistance مع اختلاف درجة الحرارة فبنلاقي الحقيقة two major types of RTDs موجودين سواء كان industrial او commercial use النوع الاولين بيبقى wire wound يعني بيبقى سلك كده ملفوف حوالين بوبن حوالين حاجة زي فورمار كده نقدر نحنا نلف عليه الواير دوت وطبعا نوع المتال اتكلم عليه والنوع التاني بيبقى عبارة عن thin film بيبقى موجود على ثراميك سبستريت ممكن نحنا نعمله يبقى مثلا موجود جوه يعني integrated circuit او موجود جوه مثلا يعني حاجة ممكن نحنا نعمل لها construction في package شكلها مختلف شوية عن الشكل بتاع ال wire wound sensor في الحقيقة RTDs ممكن نحنا نعملها باستعمال copper wire ممكن نستعمال نعمل نحنا بنيكل wire بس الحقيقة ال platinum RTDs اللي هي معمولها من الاتلاك اللي موجودة فيها معمولها من الاتلاك اللي موجودة فيها معمولها من platinum و resistance اللي هي فيها بتبقى بصالي linear function of temperature for very pure platinum which is the primary reason for its use in RTDs يعني احنا مش كفاءة بس ان هي linear يعني most linear معناها ان هي اكتر linear طبعا مفوض انها موجودة في كل ال resistors بس طبعا دي بيبقى لو في عندي شوائب ولا حاجة ممكن نلاقي بعض non in reality في high temperatures فبنلاقي ان هي يعني بنكلم على ان هي linear يعني linearity بتاعت اللوي بتاعت بتبقى يعني ممتازة جدا وممكن احنا نعيد نفس المجرم بنفس القيمة ما بقاش فيه اختلاف والاستابلاتي بتاعتها مع الوقت معناها ان هي ما بتتغيرش قيمتها مع الوقت فنقدر ان احنا نعتمد عليها في ال applications اللي محتاجة ان احنا نحطها في مكان مثلا وتفضل في المكان ده فترة طويل وطبعا ال rtd بتبقى calibrated برضو to exhibit a resistance of 100 ohms at zero degrees centigrade at other temperatures بقى دراجة حراب تعتمد على parameter بالنسمية constant alpha alpha دوت عبارة عن slope بتاع resistant temperature plot وده عادتا بيبقى مختلف بيختلف باختلاف purity بتاعت البلاتين لما احنا بستعمله انا كلم دهاتي مثلا عن البلاتينة بس انه هو ده الحاجة المستقامل فبقى فيه عندنا بتاع resistance temperature حزب البلاتينة اللي احنا بستعملها بيبقى فيه different constant alpha وده بيبقى موجود في ال data sheet بتاعت السنسور دوت ونقدر ان احنا نعرف بها درجة حرارة تبقى كام يعني ال resistance بقى كام لما درجة حرارة تتغير given ان انا عندي 0 degree centigrade بيبقى عندي ال resistance تبقى 100 Ohm رغم الحقيقة ان ال RTDs are fairly linear يعني عادتا بتبقى فعلا دايما بيبقى فيه عندي advanced RTD input devices that use software with curve fitting and software processing to increase the accuracy at hard temperatures يعني رغم اللي هي linear اللي ان انا برضو ممكن استعمل input موديول او input devices ممكن ان انا ease بيها القيمة بتاعت ال resistance بتاعت RTD وبعمل لها الحقيقة curve fitting على الكيرف بتاع السنسور نفسه اللي موجود عندي فيه data sheet ومنه الحقيقة بقى ده رئيس حاجات تبقى اعلى شوية في ال accuracy من ان انا بس استعمل linear curve اللي انا بجيبه من ال alpha constant alpha بتاعي فده طبعا بيعليل accuracy وده بيبقى مهمة عادة لما بنروح ال high temperatures لان ال high temperatures تبقى بعيدة شوية عن zero degrees centigrade فبيبقى السمشن بتاع linearity لو فيه deviation هيبان لي قوي في ال high temperatures فده الحقيقة بتقدر ان هي توصلني ال high accuracy برضو في ال high temperatures من غير ما يكون عندي اي مشكلة في كده النوع التالت الحقيقة من انواع temperature sensors وده اللي غالبي تطلبه بتستعمله الحقيقة في مشاريع التخرج لما حد بيجي يعمل مثلا incubator وعايز يزارك حرارة غالبا بيروح على طول الثيرميستر لان الاستعمال بتاعه الحقيقة لطيف جدا وسهل جدا وهو نفسه ما هواش غالي فواحد من انواع الحقيقة اللي منتشرة جدا وهنلاقيها برضو موجودة برضو في يعني لو احنا حابنا نشري من السوق الحاجة بيبقى موجود ما فيوش اي مشكلة خالص فالفكرة بتاعته برضو هو ان هو بيفاري الريزيستنس از امبات تيمبرتشرة يعني هي نفس الفكرة بتاعت الريزيستنس تيمبرتشرة ديتكتورس يعني فباسيكلي فبتكلم برضو ان هي الريزيستنس وتغير مع التيمبرتشرة بس الحقيقة بقى المتيري اللي مستعمالة في الثيرميسترز عادتا بتبقى اما سيرمكي اما بوليمر وفيه اختلاف تاني الحقيقة لطيف جدا ان بيبقى فيه عندي نوعين من الثيرميسترز فيه نوع بنسميه البوسيتف تيمبرتشرة كوفيشن او PTC ونوع تاني ناجتف تيمبرتشرة كوفيشن الPTC ده عادتا شبه الRTD بيبقى رزيستنس ساعته بتزيد مع زيادة التيمبرتشرة الحقيقة الناجتب بقى هو اللي مش موجود الناجتب بيبقى لما التيمبرتشرة بتزيد بيديكريس بيعني درجة الريزيستنس ساعته بتقل فده الحقيقة مختلف شوية عن اللي احنا شفناه في الRTD ومختلف عن اللي احنا متوقعين ومن الريزيستنس ده عادتا الناس متوقعين من الريزيستنس اللي لما درجة الحرارة بتاعلى الريزيستنس بتاعلى لا في ال NTC ثرميسترز بنلاقي ان هي درجة الحرارة لما تعلى الريزيستنس بقيتنا بتقل فطبعا نقدر نوصل بالثرميسترز برضو لـ عن الRTDs وده عادتا بيناس ستسعين لغاية مئة وتلاتين درجة ده بنسباننا بالنسبة البييوميديكال يعني صعب ان احنا نطلع برا الرينج ده الحقيقة يعني فعادتا ده ممكن يبقى بالنسبة لنا في الرينج بتاعنا اللي احنا في الميديكال ديباييس في بعض الحاجات اللي لازم نخدها في اعتبارنا لما هيتعامل مع الثرميسترز اول حاجة ان الثرميسترز يعني لو احنا بصينا على الكيرفات بتاعت الـ هنلاقي ان احنا عندنا الRTD زي ما احنا شايفين كده كان يعني Very Linear زي ما احنا شايفين كده في درجات الحرارة من 0-150 درجة الثرميستر زي ما احنا شايفين كده حاجات مختلفة تماما ده تعت انواع مختلفين كل واحد فيهم الريزيستنس بتاعته مختلفة شوية 100 اوم واحد واحد كيلو واحد خمسة كيلو فهنلاقي ان في اختلاف جديد جدا جدا وطبعا هنا اكيد شكل الكيرف ده ما هواش لعلاقة بلينيارتي خالص الحقيق فبنكلم على الثرميسترز عادتا بتـ vary resistance بعادتها لو كلم على NTC بالزاد طبعا هو negative temperature coefficient بتنزل minus 4.4% at 25 degrees centigrade when heated by 1 degree Celsius يعني لو انا اتحركت درجة الحرارة بقت 26 درجة الريزيستنس ببقى تبقى minus 4.4% من درجة الحرارة عند 25 درجة في الحقيقة في عندنا مشكلة صغيرة ان الثرميسترز نفسها هي resistive devices فلما احنا بنمشي فيها current علشان نقدر نقيس الريزيستنس تاعتها المشكلة ان احنا current اللي بيمشي جواها دوت ممكن ان هو يبتدي يولد لنا يعني حرارة يعني هي الريزيستنس ماشي فيها current هيتولد لنا حرارة فمعنى كده ممكن حاجة اللي نقيسها تبقى slightly higher than the ambient temperature readings لان احنا ترانب نقيس الريزيستنس يعني current اللي ماشي عشان نقيس الريزيستنس زوت لو كان كبير كفاية ممكن هو يولد لنا حرارة جوا السنسور بتاعنا والحرارة دي بتضاف على درجة حرارة اللي هو اسهم من الخارج من خارج الثنميسته ناش فدي يعني برضو واحدة من الحاجات اللي لازم اخذها في اعتبارنا ان احنا لما نيجي نستعمله ما نحطش current كبير بحيث ما يأثر لناش على الـ actual reading اللي احنا منجيبها من ambient temperature الى حواليه في الحقيقة برضو temperature can operate without significant error with long lead wires because of their heart based resistance يعني ممكن نحنا نستعملها ما من غير اي errors تقريبا لان هي نفسها resistance بلاتها مقاش قليلة يعني اللي احنا بنحطها دي resistance بلاتها تبقى قلب كتير جدا فما بتأثرش خالص معايا وما بتفرقش معايا كتير الحقيق ان يبقى يعني ان انا اطول في السلك بتاع التوصيل بين السنسور وبين الـ فممكن انا اتكلم على حاجات مثلا 100M ما فيهاش اي مشكلة خالص انا استعملها وما بيبقاش الكلام ده بالنسبة الاستعمال بتاعها مع thermistors thermistors الحقيقة كvalues ما هياش standardize زي RTDs مثلا لا احنا هنا في thermistors بلاتها الحقيقة يعني كلها يعني ممكن ان انا اختار values كتير او مختلف عن بعض تمام ممكن تبقى من 100 Ohm مثلا لغاية واحد ميجا Ohm عند 25 ديجري سنتيجريد فبنتكلم ان احنا ملناش standard value فبنتكلم عن ان احنا بيبقى فيه عندنا base value اللي هي عند 25 درجة دي وبفيه عندنا بعد كده بقى curve بتاع thermistor نفسه هو اللي في الاخر بيقول لي ايه اللي بيحصل مع اختلاف درجات الحرارة النوع الرابع والاخير من انواع temperature sensors هو temperature transducer ICs انا بتكلم دلوقتي على ان يبقى فيه عند semi conductor device بيبقى هي بتجيب لي اراية للدرجة الحرارة كان مباشرة فدي معتمدة على ان semi conductor diodes have temperature sensitive voltage versus current characteristics يعني ال vi characteristics بقى ال diodes هلا ان هي تتغير مع درجة الحرارة فلما احنا بنحط two identical transistors operated at constant ratio of collector current densities difference in base emitter voltages بيبقى directly proportional to the absolute temperature اللي هي موجودة عندها موجودة عندها الترانزيستور دي فباسيك نتكلم على ان احنا يعني في الاخر بيبقى فيه عندنا الاستغلال للكاركتريستيكس في ال diodes ان هي بتتغير مع درجة الحرارة ومنها بنقدر درجة الحرارة بتساوي كان بالظبط فحقيقة الاستعمال بتاع IC temperature sensors is limited to applications where the temperature is within minus 55 to 150 degree centigrade range طبعا ال IC نفسها زي ما يعني بنشوف في ال data sheets هنلاقي ان هي بقى لها كذا temperature range فده طبعا temperature range اللي هو يعتبر اقصى temperature range ممكن هي تشتغل فيه فبنتكلم على ان طبعا range ده ممكن ما يكونش كبير قوي بس الميزة بتاعة IC sensors دي ان هي صغيرة في الحجم وبتبقى accurate وبتبقى inexpensive رخيصة جدا الحقيق فبنتكلم ان هي كمان موجودة في انروج و digital output forms يعني ممكن في الانروج فورم يديني output voltage او current زي ما احنا عاوزين والoutput voltage او current يبقى مش محتاج بقى عمله compensation مش محتاج ان انا عمله calibration مش متاجه عمله اي حاجة خالص في ال digital form انا ممكن ان اطلع ال value مباشرة ك digital value يعني ممكن ان انا communicate بقى ال digital value بتاعة temperature متحوله بقى digital عطول مباشرة مش محتاج ان انا بقى اخدها من هنا ك current او voltage وعمل لها بعد كده انروج digital conversion لا انا هنا بخدها عطول ك digital value وعادة ببعتها على serial interface ال i2c او SPI او اي حاجة من الحاجات اللي هي serial interfaces اللي موجودة وده الحقيق بيبقى very convenient اللي انا ممكن ان انا اوصلها عطول مباشرة بمايك كنترولر مبدأش محتاج ان انا احط A2D او استعمل واحد من ال A2Ds اللي موجودة عندي في المايك كنترولر بحيس بالاخر ال circuit نفسها بتاعتي بتبقى حجمها صغير جدا باستعمال ال digital form sensor ICs دي لو احنا جينا اعملنا comparison بين ال different families بتاع temperature sensors هنا ال Platinum RTD هنا thermistor هنا thermocouple هنا temperature ICs هنلاقي ان احنا عندنا طبعا في عندنا كذا حاجة ممكن احنا نبص عليها طبعا temperature range نفسها ممكن نبص عليه بس هنلاقي ان احنا كل دول بنسبة medical device applications هنلاقي كلهم يعني بيشتغل وما فيش مشكلة فدول ما اعتقدش ان هما بنسبة لنا هيفريقوا دي طبعا ما تفرق لو انا مثلا بستعملهم في افران مثلا بتاعت صهر متلز ولا حاجة ساعتها ممكن تفرق معايا مثلا انا حتااج استعمال thermocouple مثلا انما لو انا بتكلم على range بتاعنا اللي هو في درجات الحرارة مثلا من 0 غاية 100 مثلا اتكلم على درجات الحرارة العادية اللي انا بستعملها في medical applications هلاقي ان كلهم بيشتغلوا ما بيشتغلوا ما بيش في مشكلة لما بتكلم على sensitivity بقى هي دي الحاجة اللي تهمني ده بيكلم على 2 ميلي فولتز ام بردجري هنا 40 ميلي فولتز ام بردجري هنا 0.05 ميلي فولتز ام بردجري هنا بنتكلم على 1 ميلي فولتز ام بردجري يعني او 1 ميلي فولتز ام بردجري فكل واحد فيهم لو ديفرنت سنستيبتي وواضحين قوي من من الباليز الموجود عندي هنا طبعا بلنسبة temperature ICs دي ممكن ما تفرقش معايا قوي لانا في الاخر ممكن يبقى signal conditioning والconversion لdigital value يبقى حاصل جوه IC نفسها فبالنسبة لي ما تفرقش قوي ان يكون ده 1 ميلي فولت ان هو بيبقى بيتحول لي في الاخر digital value بaccuracy مش بطالة فهنا ما ببقاش مشكلة قوي عندي بس انا ما بقارن مثلا 0.0540 مثلا لا في فرق كبير طبعا ده بيبقى sensitivity بقى تبقى اعلى بكلم برضو على accuracy بكلم على هنا ممكن تبقى مثلا بكلم ان كل range مختلف بيبقى عندي different accuracy بكلم مثلا على خلينا ناخد range اللي هو منص 45 لغاية 100 هو ده range اللي فيه range اللي احنا interested فيه بنكلم على 0.5 degree centigrade ده ال error بتاعه هنا بكلم على range اللي هو برضو بتاعه 0.5 degree centigrade برضو بنكلم هنا يعني range اللي احنا interested فيه من 0 غاية 275 plus minus 1.5 ده هنا اعلى بكتير اعلى بكتير اوي في temperature ICs ممكن تبقى plus minus 2 degree centigrade بس اكشوالي لو احنا شفنا بقى ICs الجديدة اللي تبقى موجودة نلاقي ان احنا ممكن نوصل ل plus minus 1 degree او ممكن تبقى من 1 degree كمان فده ممكن يبقى مناسب في بعض ال applications مثلا انا بتكلم عليها مثلا زي ال incubator مثلا او حاجات زي كده بيبقى الاكروس بتاعته ما بتبقاش وحشة يعني temperature ICs برضو لازم نبص على different ICs اللي موجودين لان هم دول مش IC واحدة دول different ICs والتكنولوجيا الحية بتاعتهم بتتقدم كل يوم نبص برضو على cost بتاع temperature بتاع temperature sensors هنلاقي ان هو هنا من 60 دولار لغاية 215 دولار نتكلم على thermistor من 10 ل350 دولار نتكلم على thermocouple من 20 ل 235 دولار نتكلم على temperature IC من 5 ل50 يعني نتكلم على ان ممكن نلاقي temperature sensor هنا رخيص جدا 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 يبقى اقل من اي واحد من التانيين دول فالحقيقة انا بنصح اي حد بيشتغل في مشروع تخرج مثلا او بيعمل حاجة مثلا كمشروع صغير او كميديكال ديفايس صغيرة يروحها على طول في الاول خالص temperature ICs عشان يراه دماغه خالص من موضوع calibration او compensation او non linearity او حاجات دي كلها وياخد على طول value تبقى proportion temperature باكرس مش بطالة وبسعر برضو يعتبر مش يعني مش مش burden على بتاعه وفي الوقت نفسه الحقيقة بيبقى برضو الاستابلت بتاعته ممتازة وطبعا الحجم بتاعته برضو بيساعد ان الدينارسية تكون صغير طبعا دي يعني ده comparison سريع كده بالنسبة الانواع المختلفة طبعا بالنسبة لكل application لازم ادريس كويس او الapplication بتاعي محتاج ايه وبناء على كده اختار السنسور المناسب لي دي الاشكال ال practical الموجودة لل temperature sensors دي مثلا زي احنا شايفين دي PTC thermistor ممكن يجيب الوام واشكال مختلفة ده ممكن يبقى يعني temperature sensor بيبقى عندي على طول بحطه ال ground وحاجة زي voltage supply VCC بيبقى عندي ال analog voltage out بيطلعه على طول من هنا ممكن يبقى جالي بشكل IC بالشكل ده كده وال IC دي على طول بيبقى فيه عندي communication pins كده بقدر اتكومينيكات بيها الشكل ده كده ده هو RTD ده هو بيبقى ال wire wound ده بيبقى thermocouple بشكل عامل كده وفي الحقيقة الحقيقة كلهم بيبقوا طبعا construction بتاعهم بيبقى حسب ال application بتاعهم يعني زي ما احنا شايفين دي الحاجات شكلها صغيرة قوي ودي برضو شكلها صغيرة قوي ممكن تبقى application ممكن تبقى صغيرة بقى نفس الكلام برضو الحاجات دي حجمها في الطبيعة الحقيقة صغير جدا برضو فطبعا حسب ال application بتاعي بيبقى طبعا لازم ابص مش بس لل characteristics ابص برضو لل physical packages اللي موجود فيها السنسورز بتاعتي بحيث قدر استعمل حاجة تبقى مناسبة لكل الجوانب بتاعتي design بتاعتي الاثنين دلوقتي بقى الكلام على position sensing اول حاجة نتكلم عليها في position sensing اللي هي الhole effect position sensors الhole effect نفسه بيقولنا if there is a current in a conductor and the magnetic field is applied perpendicular to the direction of the current a voltage will be generated in the conductor that has a direction proportional to both the direction of the current and the direction of the magnetic field يعني لو احنا عندنا magnetic field perpendicular على اتجاه current كده بيقول فيها عندنا voltage بيتولد الهو نتيجة الhole effect دوت بيبقى perpendicular على الاتجاه بتاع current واتجاه magnetic field فده طبعا حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد بيها الحقيقية عشان نقدر ن detect اذا كان فيه magnetic field ولا لا يعني ممكن يبقى عندنا السنسور بتاعنا عبارة عن conductor بشكل ده كده من machine في current وبنقيس من عليه voltage من هنا وفي ناحية تانية بقى magnetic field موجود فيه مثلا طرف تاني لما الاتنين بيقربوا من بعض بعرف ان هما الاتنين قربوا من بعض فبديتكت ال voltage اللي هنا دوت وبقدر منه اعرف ال orb بتاع الاتنين دول عن بعض قد ايه؟ فدي طبعا واحدة من الحاجات اللي انا ممكن ان استعملها عشان اقيس بيها ال position هنشوف بقى كذا application اول حاجة ممكن استعملها فيها ال whole effect position سنسور فيه ان احنا سعمله ك switch switch معناها ان انا دلوقتي يا on يا off يعني يبقى ال voltage output بتاعي ده اما يكون high اما يكون low فالفكرة بتاعته ان انا دلوقتي يعني بديتكت بقى الحاجة اللي طالع عندي ال voltage اللي طالع عندي من من السنسور دوت وبعمله حاجة زي اكني بعمل وعمله حاجة زي بحيث انها في الاخر اما طلع low اما طلع high يعني دلوقتي لو هو low بيحتاج ان هو يوصل ان هو يبقى عنده مغنيتك فيلد قليل اسمه b off دوت عشان يبتلي بنزل بعد كده يديني high لما يكون off ولما يكون on بيحتاج ان هو ال voltage بتاعي اعلى لغاية لما يبقى corresponding لل b on دوت عشان ينزل بعد كده يعني هو بيديني low voltage output low لما يكون المغنيتك فيلد ده on وبيديني voltage output high لما يكون الفيلد بتاعي ده يبقى off اوكي فطبعا بنتكلم على ان هو بيديني مباشرة كده اذا كان حاجة دي مقفولة ولا لا فدي بتستعمل حقيقة في بعض الاجهزة الطبية عشان يتاكد ان هو ما يشتغلش الا اذا كان ال cover بتاعه مقفول اوكي فبيبقى حاطة whole effect sensor على الباب بتاع الجهاز نفسه والباب بتاع ال device نفسها فلما بباب ده بيقرب من بعضه بيبقى فيه جزء فيه magnetic field وجزء فيه whole effect sensor فلما بيقرب كفاية بيبقى بيديتكت ان هو كده خلاص وصل ان هو يبقى مقفول فمعنى كده بيدي signal يقول ان هو ده خلاص كده off لما بيبقت شوائز غيرين هو بيديتكت ان هو بعد فبيدي دي signal ان هو مفتوح فمعنى كده ان هو بيخلي الجهاز ده مايشتغلش application تاني برضه لل whole effect sensor بس هستعمله بقى في linear range يعني ايه linear range يعني الوقتي مش بياخد signal ان هو on او اف وخلاص لا ده انا بيبقى فيه عندي voltage output كده proportional لل magnetic field بيساوي كام فباسيكلي كل انا بعمله ان انا دلوقتي بيبقى عندي sensitivity معينة عبارة عن delta v على delta b يعني السلوب بتاع الكيرف ده بيساوي كام بالزبط فدلوقتي بقدر منه ده الحقيقى ان انا اعرف ال position بتاعي كام relative ليه relative 2 sensors اللي هو sensor ده و المagnetic field قوة المagnetic field لما انا بحط دوت مثلا السنسور ده في مكان وقدامه ناحية التاني المagnetic field كل ما المagnetic field دعيلي بقى معنى كده الحاجة اللي هي فيها المagnetic field دي قربت لو كان هنا مغناطيس مثلا في ناحية التانية كل ما بقربه كل ما المagnetic field دي بيعلى فمعنى كده الفولتج بتاعي بيعلى كل ما بقعده كل ما كان الفولتج ده هيقل فيبقى معنى كده ان ايه ال output voltage بتاعي هيقل فبالتالي بقدر استغل الكلام ده ان انا برضو اقدر احول الكلام ده مباشرة ان انا اقول ان ده يبقى هو نفسه يعني الفولتج ده هيبقى ومن نوع ده رجيب ال position ك estimate بيساوي كان بالزبط على سبيل المسال ممكن ادي مثال على التطبيقات بتاعه ال whole effect position sensing اللي هو في اللي هو احنا عارفين لما حد بيضغط على الفرامل بتاعه العربية نور الفرامل بينور نور الفرامل اللي هو النور الاحمر اللي واره بتاعه العربية ده بينور ده ممكن يتعمل بال بالشكل التالي لما الشخص اللي هو سائق العربية بيضغط على اللي هي البدال بتاع الفرامل اللي بيحصل هو ده النتيجة اللي هو طبعا الميكانيكس الموجودة بتخليه يبعد المغناطيس دوت عن السنسور لما بيبعد المغناطيس دوت عن السنسور هنلاقي ان السنسور دوت هيبقى basically بينزل يبقى off اوكي لما يبتدي انه هو الشخص يسيب الفرامل هيبتدي ده يبقى يقرب فيبقى معنى كده هيخلي الفرامل بتاعه تبقى ايه output voltage بتاعه يبقى ايه يبقى on فباسيكلي يعني من هنا بقدر تحكم في بتاع المغناطيس ده للهول افاكت سنسور وبالتالي بيبقى عندي وضعين يا اما الوضع ان المغناطيس ده بعيد فيبقى عندي هنا المجنيتك فيلد قليل يبقى معنى كده السنسور هيديني اراية معينة ولو كان ده يعني قريب يبقى معنى كده السنسور هيحس ان فيه مجنيتك فيلد كبير فيديني اراية تانية فمن الاتنين دول بقى اذا اطلع من هنا الايه اطلع من هنا يعني فرق فولت هنا والفرق الفولت ده هو اللي ماشي لكارن في البريك لايت يعني لو فردا مسلا بقول ان ده هيبقى off يبقى معنى كده ده هيبقى zero يبقى معنى كده نتكلم على ان فيه فرق فولت الوقت بلاس v و zero يبقى معنى كده يمشي current لو ده موجود قريب يعني بريكس مش مضغوطة يبقى معنى كده هيبقى هنا فيه فولتج عالي يبقى معنى كده مفيش فرق فولت بين البلاس v وبين الفولتج على السنسور دوت فمعنى كده مفيش كارنة هيمشي هنا فده طبعا واحدة من الامثلة اللي انا ممكن ان انا بيها استعمل التطبيقات بتاعت علشان اقدر اعمل بيها حاجة زي كده الميزة بتاعت حاجة زي كده انها يعني هنا الحاجة اللي بتحصل دي الحاجة اللي هنا دي مش بتعمل contact مع دي فالحقيقة الحاجات اللي ما بتعملش contact دي بتبقى دايما ريلايبيت بقيتها اعلى بكتير يعني ما بتكلم على حاجة فيها contact لو انا مسلا عايز ده يوصل بدا ويعمل contact كارابة تمشي وحاجات زي كده عادة بيقى فيه مشاكل كتيرة لطبعا لما بيكون في عندي حاجتين فيهم كارابة عايزة ماشي current هنا لما الاتنين ده بيقى بقى بعض بيبقى فيه arcing فيبتدي يحصل تآكل للجانبين اللي موجودين هنا في مشاكل كتيرة حاجة بتحصل هنا نتيجة لكده فهنا انا عندي الكلام ده بيبقى non contact non contact يعني basically ده ممكن استعمله ألف مرة وما يحصلش اي مشكلة للاتنين فدي طبعا واحدة من المزايا بتاعت whole effect sensors ان هي يعني فعلا الربية تبقى عالية ما بيحصلهاش تآكل نتيجة ان ما فيهاش contact ودي طبعا حاجات كلها بتبقى في الاستعمال عندنا في medical devices ممكن بردو نستعمل whole effect sensor نحن نعمل position sensing لو كمثال linear position sensing لو عندنا configuration بشكل ده كده لو احنا عندنا المغنيت ده بيتحرك whole effect sensor بتاعنا بي produce output voltage that proportional strength نفسه كل ما انا قربت منه كل ما كان ده قريب من السنسور نفسه كل ما الفولتش بتاعي بقى زاد فانا ممكن actually من متابعة الفولتش بتاعي ان هو زاد ولا قل ممكن ان انا تابع الحركة في جميع الاتجاهات بتاعت الايه بتاعت الشافت دوت يعني هو هنا مثلا لو في حاجة بتلف هنا كده وانا عملت لها جير مثلا بحيس ان انا اقدر احول الحركة الدائرية دي الحركة linear هنا ممكن ان انا ايز الحركة linear دي ومنها اعرف الحركة الدائرية دي بتحرك ازاي فباسيكلي هنا الفكرة لما بدا يكون هنا قريب من السنسور بيبقى الفولتش طالع عالي كل ما بعدته هنا او هنا الفولتش بيقل فنتيجة اللي كده بيبقى الاوبت فولتش بتاعي بيبقى يعني بعرف منه ان فيه ان ده تحرك ناحية يمين وناحية الشمال فباسيكلي باخد انا الفولتش اللي جايه لي من الهول ده وباخده مباشرة كده اعمله بحيس بقى عارف البوزيشن بتاعي هنا فين بالزبط واستعمله بعد كده كبوزيشن سنسين ديفايس طبعا تاني الميزة بتاعت الهول سنسور هنا ان هو ما هواش كونتاكت نان كونتاكت ما فيش هنا حاجة بين الحاجة اللي بتتحرك دي وبين السنسور نفسه اللي بيقسلي الحركة في الحقيقة احنا برضو ممكن نتسعمل نفس الفكرة بس بقى في انجلار موشن لو احنا عندنا الحاجة اللي بتلف دي حاطين عليها ماجنت يعني فيها عندنا في النص ده نورث بول وفي النص التاني ده ساوت بول كل ما بيحصل هنا بيتغير وضع بالنسبة للهول فبالتالي احنا ممكن هنا حسب الحاجة اللي هي اللي بتتحرك هنا دي هطلع لنا هنا بروبورشنال الحركة احنا بيطلع وينزل بروبورشنال اللي بتحصل هنا دي طبعا مش بيطلع لينير بالشكل ده كده لا ده بيطلع حاجة شكلها قولمو صينيوسويدل والحاجة الصينيوسويدل دي بتقول لنا احنا لفينا كام لفة ممكن نعرف احنا فين بالزبط ما كانها فين بالزبط بالنسبة للروتيشن بالنسبة للروتيشنال انجل نفسها كام كمان فده طبعا ممكن ان هو يبقى تاني برضو يبقى في عندي الحاجة اللي بتلف مجرد ان انا بحط عليها ماجنت وبحط جنبيها الهول افاكت سانسور بتاعها عشان يقدر يقسلي الروتيشنال الروتيشنال سبيد بتاعتها عاملة ازاي او الروتيشنال انجل نفسها كمان بتساوي دي طبعا اشكال مختلفة للطرق استعمال الهول افاكت سانسور طبعا احنا ممكن الى افاي سي بالشكل ده كده ممكن يبقى هي رفسها انترني بيتماشي الكارن في الاتجاه ده كده وبتيسي الفولترش في الاتجاه ده كده ويبقى الماجنتيك فيلد المفوض يبقى عليها يبقى في الاتجاه ده كده ممكن نثبتها على الحاجة اللي بتدور بشكل احنا شايفينه هنا دوت طبعا ممكن ده يتحط مثلا بحيس ان هو يبقى عندنا اي سي بتاعي دنا يتبقى بالشكل ده بحيثن هي يبقى هي هي نفس her جواها ماجنيت او هي جنبيها ماجنت ولهول إفاكتث منشوب بيبقى جنبيه كده لما بيجي هنا الـ كological بتاعت الـ بتاعت الـSyn بتاع التـرس ده ربيبقى متالك او يووا ماجنياتيك بيبتدى يبقى في عندي هنا ايجائلي ماجنياتيك فيد نتيجة للماجنياتيك فيد الي جائلي من الـ c Wool نفسه فمعله كده ممكن لما دا يبقى القصاد دا بالزبط بقى عندي ماجنيتك فيلد عالي لما دا يبقى هنا مثلا في مكان فاضي ما بقاش في ماجنيتك فيلد فقدى برضا detect الكوغز دي نتيجة لمكان الماجنيت والهول من الكوغ نفسه ممكن يبقى حاجة بالشك دا كده برضو يبقى عندي واحد فيهم عبارة عن سنسور واحد فيها عبارة عن ماجنيت فبرده لما دا بيقرب من دا بعرف ان ايه باعرف ان بتاعي عالي فمعنا كده بقدر اذا كان ده قريب من ده او مسلا ده ممكن يبقى موجود في باب مسلا وده موجود في الناحية التانية من الباب في نفسه في الشاسية بتاع الجهاز. ممكن لما ديني اقرارهم بعد اعرف ان دلوقتي الباب مقفول او الباب مفتوح. ممكن مسلا يبقى عندي حاجة بالشك ده هنا كده برضو هي بالدتاكت مسلا جايلي من ناحية التانية. ممكن ده يبقى هنا فيه على كل واحدة من دي وكل ما بيجي بيجي كل ما بيتبقى فيه هنا في الفولتش اللي جنريتت في الهول افكت سانسور ده. فبرده يقدر يديني فولتش بوربورشنال للافات بتاعت الايه بتاعت الترس دوت. فالحقيقة فيه كتير جدا للهول افكت سانسور والحقيقة واحدة من الحاجات اللي فعلا في الاستعمال بتاعها ويعني طبعا سيف وطبعا في الوقت نفسه فطبعا من الحاجات اللي احنا نحب بنستعملها في الاجهزة بتاعتنا. نوع تاني من انواع الموشن سانسور هي بنسميها الواريب ريلاكتانس سانسور. احنا بنكلم على لما يكون عندنا واير بالشكل ده كده وفي عندنا ايرن كور. لو احنا الوقت بنقيس الهولتش اللي هنا. وكان عندنا هنا الايرن كور ده يعني موجود يعني اصاد على طول الكاك بتاع بتاع الترس دوت. يعني السن بتاع الترس دوت. اصاد الكور بتاع الكويل دوت. هلاقي هنا ان احنا دلوقتي بقى عندنا ديفرونت ماجنيتك فلاكس. فبالتالي بيغيير لنا بتاعت الايه بتاعت بتاعت اللاين دوت. فباسيك لو انا كنت بمشي هنا كارنت وببص على الفولتش بتاع او بقيس الكارنت حسب انا بقى احط الكارنت وايس الفولتش او العكس. هلاقي في اختلافات كده. وكل واحدة من الاختلافات اللي بتحصل في الفولتش اللي بيحصل دوت. كلها بتبقى ريليتد ان بقى فيه هنا كاج اصاد الايه? وصاد الايرن كور دوت. فباسيكي اقدر انا من الشكل ده كده. اقدر رئيس الوقت اللي بين كل كاج والتاني. فبالتالي اقدر انا في السرعة بتاعت الدوران بتاعت الترس دوت. وممكن منها الحقيقة اقدر ان انا يعني استعملها مثلا اشان هتحكم في السرعة بتاعته. او ممكن ان انا يعني لو حبيت حتى اعرف الانجل نفسها اقدر رئيسها ازاي? انها ممكن اخلي فيه ريفرنس كاج مثلا. ويبقى بعد كده اس منها الريلتف ليها انا اتحركت قد ايه? وبالتالي ادرا احدد ان انا الريلتف موشن بتاعتي كان بالزبط. ففكرتها الاساس هي ان انا الماجناتك كور اللي موجود هنا دوت. لما بيكون لوحده بيديني هنا قيمة للامبيدنس مختلفة. عن لما يكون الكور اصاد الايه? الكارك بتاع بتاع الترس دوت. طبعا ترس ده لازم يكون انه فيه جزء فيه بحيس انه هو يفرق معي لما حطه اصاد الايه? الايرن الكور دوت. فده طبعا فكرة بسيطة الحقيقى بس برضو ممكن تبقى عملية جدا في بعض الابليكيشنز. وطبعا ميزيتها برضو انه هي نان كونتاكت زي الحاجات التانية يا ايه كنا متكلم عليه. في الجزء بتاع الهوالي وفكت سانسور. احد الايه المهمة جدا اللي موجود عندنا بنقايد بها البوزيشن والموشن عمومن هي الوبتيكال انكودرز. اوبتيكال انكودرز. اوبتيكال انكودرز زي ميكانيكال position into a representative electrical signal by means of a pattern disk يعني في عندنا ديسك كده له فتحات بشكل معين أو scale a light source and photo sensitive element يعني في عندي light source وجزء زي light detector photo detector كده بحيث نحن نقدر نقيس إذا كان مثلا الجزء بتاع الباترن الموجود عندي ده موجود ولا مش موجود الحقيقة باستعمال proper interface ممكن نحن نقيس بها البوزيشن والسبيد ونقدر نحن عندنا المعلمات بتاعنا في مطاطق الدقة موجودة ممكن نكلاسفى الانكودرز دي لنوعين rotary encoders أو linear encoders حسب ان انا بقيس angular ولا linear displacement وممكن برضو الحقيقة نعملها classification as linear as incremental أو relative أو absolute يعني incremental ده يعني بقيس حركة relative حركة نسبية يعني مقدرش اقول ان انا اتحركت عموما يعني بقيت عند البوزيشن خمسة سنتي لا ده انا بقول ان اتحركت خمسة سنتي relative للبوزيشن اصلي اوكي absolute معناه ان انا بقول ان المكاني خمسة سنتي مكاني في المكان الفلاني بقدر اعارف ان انا عندي absolute positions موجودة بقول ان انا موجود في ال absolute position فلاني او التاني او التات او هكذا فيه فرق كبير بين الاثنين طبعا وطبعا كل واحد له استعمالاته وطبعا كل واحد له الميتيشن بتاعته نعم بنتكلم على incremental optical encoders بيبقى فيه عندنا disk بالشكل ده كده متخرم بخلوم كده زي ما احنا شايفين مربعات كده بحط انا light source وبيبقى فيه عندي ناحية تانية detector بيبقى aligned عند الدايرة الكبيرة اللي هي اللي برا خالص دي كل ما بيعدي هنا light ويطلع الناحية التانية بيطلع لي pulse بالشكل ده كده فلما ببص الوقت على ال pulses دي اكشولي بقدر اديتكت يعني اعرف من المسافة اللي بين الاتنين دول وبعد بقدر اديتكت بالزبط انا الوقت الحركة بتاخده عشان تتحرك الانجل دي بيبقى دي طبعا ببعرف عدد المربعات اللي عندي كام ببعرف ان كل مسافة من كل مربع والتاني كام انجل بالزبط كام ديجري بالزبط فبقدر من دي اقدر احدد بالزبط بتاعي ال relative position بتاعي تحركت ال relative position اديه وبقدر برضو الاسبيد بتاعتي لو حبيت احسابها اقدر احسابها بكام بالزبط. في الحقيقة ممكن يبقى فيها عندي يعني كده بيبقى فيها عندي كمان كده موجود معايا بيبقى فيه واحدة بس. الواحدة بس دي ممكن احنا نستغل لها يعني ينقسها برضو بنفس الطريقة برضو بفيها عندي تاني بيبقى فيها عندي تاني لو انا حطتها دي دي بتقولي ان انا دلوقتي وصلت لايه للنقطة دي بقيت كل النقطة اللي بعد كده بقيت رولاتف ليها بقى دي هدفها علشان ادتاكت الابسولوت بوزيشن يعني يبقى عندي ابسولوت بوزيشن بقى خلي بقى عندي هنا ريفرنس دلوقتي بقى موجود وبقى يسير رولاتف لي بقى كل الايه كل البوزيشن الثاني وبرضو من الحاجات اللطيفة جدا ان انا ممكن يعني اشوفها في الانكريمات الاوبتيكال انكودر اللي هي موجودة في الواقع هنلاقي ان الاوبوت بتاعنا مش وان شانل بس بتعبرلي عن الاوبوت اللي هنا ده وخلاص ومش بس معها الاندكس لا بيعرفي عندنا كمان شانل تانية كده بنسميها كوادراتف شانل كوادراتف شانل كوادراتف شانل بتبقى عبارة عن يعني باخد شانل اي بعملها شفتين ب90 درجة لو اولا بتحرك مسلا في اتجاه الكلوكوايز وشفتت بنقص 90 درجة لو بتحرك نقص باتحرك انتي كلوكوايز يعني معنى كده من الشانل اي دي بقدر اعرف السرعة بتاعتي كام ومن مقارنة شانل اي بالشانل بي اللي هي بتبقى زيها بالظبط بس شفتت عنها بسورتين فيز باقدر احدد ان انا بتحرك في اني اتجاه كمان فدي حقيقة بتبقى فرضو في اميزة ان انا مش بس بعرف الحركة بتاعتي قيمتها كام لان انا بعرف اتجاهها كام كمان فبالشكل ده كده انا ممكن بالانكريمانتل اوبتيكال انكودر دوت ممكن ان انا اعرف السرعة ممكن اعرف ممكن اعرف الحاجة absolute كمان لو انا بقيس الاندكس وممكن ان انا بها قدر اعرف يعني المعلومات الكافية اللي هي تسمحي ان انا اعرف rotation rotary motion دي كل البرامتر سبقاتها عاملة ازاي بالظات لما نيجي بقى نشوف ال construction بتاع absolute optical encoders هنلاقي فيه اختلاف كبير الحقيقة ان احنا عندنا هنا بقى ما بقاش فيه عندنا يعني مربعات كده جنب بعضه خلاص وفيه اندكس كمان معاه لأ ده هنا كل position عندي ممكن انا اعتبر اكده binary number كده يقول لي انجل بتسوي كم بالظبط ويبقى فيها عندي هنا number of rows corresponding للaccuracy اللي انا عاوزها في ال position sensing بتاعك فباسيكلي هنا انا بقيس كل دول بيبقى عندي بقى كزا row multiple row من multiple rows من الملتبل روز من الملتبل روز من الملتبل روز من الفوتو دي تاكتورز ويبقى فيها عندي sensing بقى للposition كابسولوت انا هنا بقدر اعرف بالظبط المكان بتاعي فين بالظبط وانا بلف هنا في السنسور ده بيلف او الديسك ده بيلف بيبقى عندي الحقيقة بيطلع لي pattern معين كده اكينه digital value ممكن عند اي نقطة اشوف بقى هنا واحد واحد زيرو زيرو يبقى معنا كده مكان بتاعي كزا هنا مسلا بيبقى واحد زيرو واحد زيرو يبقى معنا كده position تاني وكل واحد من ده absolute position وده الحقيقة بيتقسم عدد من ال pattern وحسب العدد بتاع ال rose اللي احنا بناخدها بيقدر طلع لينا يعني ال circle هي 360 درجة دي اللي هي ال full circle بتاعتي ممكن نقسمها لعدد من ال positions واقدر بتاكت ال position بتاعي انا فين بيزبط فيهم كلهم فدي طبعا بتبقى more accurate بيطلع لي رقم لل position يعني محدد جدا على طول مباشرة مش رلت في الحاجة تانية وفي الوقت نفسه بطبعا بتبقى عيبها الاساسي ان هي بتبقى يعني ال accuracy متحددة بالعدد الخطوط او عدد ال rose اللي موجود عندي في اللي انا حطه يعني مقدرش ان انا نحسن عن كده يعني صعب جدا ان انا لو جاي في النص هنا مسلا في مكان في النص بين خطين من دول ان انا اقول ان في حاجة هنا ممكن تبقى مختلفة لا ده هنا على طول المكان ده كله حاجة واحدة والمكان ده كله حاجة واحدة لان هنا هي متصممها بالشكل ده كده عدد ال rose بتاعتي ما تسمحليش ان انا يبقى عندي sub pixel shifts او عندي يعني sub level shifts ممكن ان انا نعمل لها detection فطبعا هي بتبقى يعني متعرفة ب number of discrete tracks corresponding to award length بتبقى متحدد على اساسها accuracy splatter بتسوي كمم كمثال practical optical encoders ده واحد من optical encoders راح ممكن نشتري من السوق ده incremental ال resolution بتاعته up to five thousand ppr pulse per revolution يعني احنا ال disk بتاعنا متقسم لخمس تلاف مربع زي ما احنا فاكرين في incremental بيبقى في عندنا two channels quadrature a و b with optional index z ده ممكن يبقى موجود عندنا اللي هو اللي بيجيب لنا absolute value و complementary outputs وال face sensing لو كان عندنا a leads b ده بي عندنا اللي هو clockwise shaft rotation ولو العكس بقى بيبقى عندنا anti clock wise rotation فده كده بيديتاكت كل الحاجات اللي احنا اقولون عليها دي كلها فطبعا ده يعتبر كاكرسي يعتبر عالي جدا وطبعا الحقيقة زي ما احنا برضو شايفين كده ان هو مجرد بس ان هو ده بيوصل بالحاجة اللي انا عايز اعيسها يعني بيوصل بالشافت بتاع الحاجة اللي بتلف اللي انا عايز اعيسها وهو بيديتاكت بقى الكلام ده بالطريقة اللي احنا اقولون عليها دي فطبعا حاجة ممتازة جدا كاستعمال والحقيقة سعره مبقاش غالي برضو بيبقى من الحاجات اللي هي مش مش very expensive وفي الوقت نفسه طبعا بيكلم عليها مش يعني بيكلم مثلا مية دولار ولا حاجة مية دولار بالنسبة لapplication زي كده وبالنسبة للنو ممكن يستعمل في حيثة تبقى متعرضة مثلا للظروف شقة مثلا في الاستعمال طبعا ممكن يبقى حاجة ممتازة جدا يبقى عندنا حاجة reliable بالشكل ده وبالسعر دوت فبنتكلم على حاجة الحقيقة في غاية الاهمية ولها تطبيقات الحقيقة برضو كتيرة جدا عندنا في حاجات زي مثلا لو احنا بنقيس السرعة بتاعت pump مثلا بتاعت mix pump اللي موجود عندنا في limo dialysis مثلا بمحتاجين احنا نقيسها برضو بشكل زي كده لو بنعمل control على اي حاجة من الحاجات اللي احنا مستعملها في اي جهاز مثلا بنبقى برضو عندنا نفس الكلام لو احنا متكلم برضو على infusion pump مثلا بنعمل لها برضو measurement ولا حاجة ممكن احنا برضو بنستعمل برضو optical encoder عشان نقدر نقيسة في نوع تاني حقيقة من السنسور برضو اسمه magneto resistor sensor دي الحقيقة بتغير الvalue بتاعت resistance بقيتها proportional magnetic flux density to which it is exposed بتبع مول الحقيقة من اللوي اسمها nickel iron اسمها permalloy which is deposited as a thin film onto a semiconductor surface حقيقة لها dependence او انا بتكلم على المديرة بتاعتي بالشكل ده كده وفي عندي applied magnetic field بالشكل ده كده الresistance بقيتها الحقيقة delta r على r بتتغير بحسب الangle بتاعت magnetic field عن السنسور نفسه فبنلاقي ان هي عندها linear range لو انا مثلا بكلم على 45 درجة كده وبapply عندي 45 درجة بيبقى حوالين 45 درجة دي في linear variation للresistance مع angle بتاعتي بتاوي كامل عمتا احنا بنستعمل المجيتك position sensing ده بيتعامل بستعمال aranthropic magnetic resistive sensors ما نسمي AMR sensors ودي حقيقة موجودة كتير برضو في الصوت تبقى موجودة ولا applications تبقى موجودة كتير دي حقيقة construction بتاع magnetic resistive sensors بيبقى حاجة بالشكل ده كده بيبقى في ال permaloid بالشكل ده وبقى في metal contacts هنا بحيس ان احنا نقدر نوصلها ممكن بقى نعمل integration لكزا واحدة من دول كده في يعني حاجة بشكل width stone bridge بالشكل ده كده بحيس ان احنا يبقى في عندنا كزا angle يعني في magnetic field ممكن يؤثر علينا بكزا angle وممكن احنا بقى plus r و minus r حسب الangle بتاعتنا بتساوي كام بحيس ان احنا نعملها في شكل width stone bridge كده ونقدر نقيس ال voltage ده بحيس ان احنا نطلع delta v ده بproportional r بشكل اسمح ليه ان احنا نقدر نقيس الفرق ده بشكل دقيق يعني وممكن احنا طبعا نبقى عندنا كزا واحدة من السنسور دي موجودة في قدام كده يعني قدام مثلا line بيتحرك كده بحيس يقدر east linear motion او ممكن مثلا يبقى فيها عندي shaft بيلف وقصاده magito resistor sensor بحيس ان هو بيلف الحقيقة يغير لي برضو ال angle بتاعت magnetic field على على السنسور بحيس ان هو يطلع لي wave form مقابلة للحركة بتاعت الشافت دي ممكن برضو يبقى فيها عندي sensor موجود هنا في مكان على الشافت وممكن الحاجة اللي بتلف دي بقى فيها عليها برضو يعني magnetic field مثلا بشكل معاي بحيس دي كل ما بتلف بتغير لي برضو magnetic field اللي واقع على السنسور بتاعي وبالتالي بقى رئيس برضو variations في ال resistance تاعت magnetic field اللي مقابل ال magnetic field دوت وقدر منها عاييس برضو الموشن نفسها بتساوي كان بالزبط فطبعا دي applications كتيرا يا برضو الفكرة تاعتها يمكن قريبة شوية من الافكار بتاعت ال whole effect وبتاعت ال reluctance sensors لان هي برضو بتتعتمد على تغييرات في magnetic field طبعا دي بتبقى برضو لحد ما لا applications وبسيطة الحقيقة في ال applications باعتها وسهلة في الاستعمال زي whole effect وزي reluctance بس حقيقة اكتر واحدة فيه من الحقيقة بتستعمل حاليا هي whole effect sensors علشان نقدر احنا نفهم الحاجات اللي احنا اسمعناها في المحاضرة دي اكتر شوية نحاول احنا نلاقي real part numbers و data sheets example sensor types احنا نكلمنا عليها ممكن نروح على dgk.com وندور على مثلا temperature sensor نكلم على ntc نكلم على ptc نكلم على thermocouple نكلم على الحاجات اللي احنا اسمعناها النهاردة في المحاضرة ونشوف الحاجات دي ايه اللي موجود فعليا نبص على data sheets فعليا علشان هتخيل ايه اللي موجود في الدنيا طبعا احنا لازم نعمل الكلام ده لكل project بنحاول نعمله اللي احنا في التكنولوجي بتاعتنا في الarea دي الحقيقى بنلاقي انها تغير بسرعة قوي فممكن يبقى فيه حاجة مش موجودة النهاردة وممكن تبقى موجودة بكرة وتفرم معنا كتير في design ممكن برضو نحاول implement بحيث ان احنا نحاول نشوف بحيث ان احنا نحاول نشوف حاجة زي كده عبارة عني فطبعا بيفرم معنا جامد جدا لما احنا بنبقى ونعمل بعد كده لسيركت معينة بحيث نحاول نعمل الحاجات اللي احنا قرناها في data sheets ونحاول نشوف بقى اذا كان في حاجة ممكن ان هي تبقى فيها مشكلة وساعتها بنقدر ان احنا نفهم ونعمل ولما يكون محتاجين حاجات دي بقى free circuit بنقدر ان احنا نتصرف في design الجزء بتاع السنسورس حقيقة مهمة قوي احنا غطينا منه جزء صغير جدا الجزء بتاع temperature وجزء بتاع position طبعا في حاجات تانية اكتر بكتير احنا عاولنا بس نندي بس امثلة وطبعا احنا بعد كده ممكن نجنراليز نفس المعلومات على انواع تانية مختلفة من السنسورس